العديد من الاختصاصات الطبية على غرار طب الأسنان خاصة وأن هناك اتصال مباشر مع المريض أو المصابين لتفصيل أكثر حول تأثر قطاع طب الأسنان وعيدة طب الأسنان في الجزائر بكوفيد-19 أسعد باستضافة الدكتور عبد النور عبد النور لبارير طبيب أسنان أهلا بك يا سيدي وشكرا لقبلكم تحيالك أخي أحمد تحيالك ولمشاهدين إذن أنا أطرح لك سؤال يعني كما سبق وذكرت أن عيادة طب الأسنان خاصة أنه عندها اتصال مباشر مع الفم الفم يكون هو يعني هذا الفيروس هو فيروس تنفسي الاتصال حيكون مباشر مع طبيب الأسنان يعني أنتم كيف تعاملتم مع الوضعية خاصة في الجائحة في أول أمر كامل كي كان فيروس جديد ما كانواش عندنا معلومات كيفية على الفيروس ما كنش نعرفه طبيعتها ما كنش نعرفه كانوا دايما دراسات دراسات جديدة مرة يقولك الاتصال مباشر عن طريق العادس مرة اتصال عن طريق اللمس مرة كل مرة كانوا دراسات إبيدوميولوجية جديدة كل مرة كنا نتعلموا مع دراسات هذه على السبب البضعيات اللي كانوا عندنا في الأول كان عندنا أول حاجة هي تباعد 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 اتصال تعكم مباشر مع المريض يعني عملكم على مستوى الفم ليكون هو الأداة الأساسية ربما لنشر الفيروس يعني بعد ما تحدثت الدراسات والبحوت وتم تحديد ربما وضعية وأسباب انتشار الفيروس كيف أصبحتوا نتعاملوا مع المرضى خاصة لي عندهم ربما حالات مستعجلة قلوا ربما جراحة تجميلية تكون يمكن تأجيلها أو هذا كانوا يستنعوا في أول أمر كنا نستقبلوا العياذة اللي نخدم فيها نايا والعياذة اللي نتعاملوا فيهم كنا نستعملوا نظام مناوبة ما حبسناش الناس يعرفوني الناس اللي يخدموا معايا والناس الفريق بتاعنا كامل الحمد لله دلنا نظام مناوبة حبسنا نقصنا عدد العمال أطباء مساعدي تقنيين كامل نقصنا دلنا نظام مناوبة باش نضمنوا في كل الأوقات ما نقصتش عدد عمل عدد ساعات العمل ما نقصناهم نقصنا عدد الأطباء وعدد التقم باش يكون نظام مناوبة طبيب كان يخدم كل يوم ولا يخدم يوم ويريح يومين باش يكون فيه نظام تناوب وحتى ربما تتضمنوا أثناء عدم الإصابة أكتر في طاقة متبيرة هذاك أمر آخر في أول أمر كنا ناخده غير حالة الاستعجالية فقط حالة الاستعجالية في يجيك واحد عنده طرومة واحد طاح واحد عنده إلتهاب واحد عنده ألم ما يقدرش ما تقدرش تخليه تعاود تبعثه للدار هكذاك لازم تعاود تخليه عندك تخفف له ألم تعاود سولاجه يخليه فار كونتر حالة تجميل الحالة اللي يقدروا يستنى وما كنا ناخدهم هذا كان يستنى في أول أمر كنا ناخده غير الحالة الاستعجالية والحمد لله الناس اللي يخدموا معنا ما رجعنا حتى واحد يعني ربما هذا التحدي ربما دكتور يعني أنه ناس قاعد خايفة من المرض وخافوا من خذبه ناس كامل حبسه ناس كامل تباعد طبيب الأسنان بيحكم أنه يخدم في منطقة حساسة اللي هي منطقة مسكن الفيروس منطقة الفم الفيروس أصلا يكون في الفم مثلا طبيب العظام عندك كونسلتاسي أورتوبيديك جونو يشوف الجونو وما ربعه بالفم والمريض ما ينحيش البافت المجال الوحيد وإن كالمريض كنا نطلبه منه أنه ينحي الكمال ما هو طبيب الأسنان صحيح وكيف ربما تعالج مع هذا الوضعية يعني نظام الوقاية نظام الوقاية هو اللي كنا هو اللي كنا نستغله بزاف فباش نقدروا نخدمه لابيزون شارج هذيك لأنه الوقاية حنا ملول كنا ندرينا أنا بيحكم أننا نتعاملوا مع فيروسات أخطر من فيروس كورونا عندك فيروس إنتيها بلسكبيد الفيروس ما عنده حتى علاقة مع كورونا في درجة الخطورة أخطر بزاف مايرحمش فيروس مايرحمش كورونا أقل منه في الخطورة يعني ما كانش حاجة جديدة علينا ربما كورونا في العدوة أكثر منه في العدوة أكثر ولكن في الآثار الالتهاب الفيروسي أكثر الالتهاب الكبيد الفيروسي أخطر من فيروس كورونا أخطر بزاف وهذاك هو أخطر فيروس اللي احنا خافوا منه عندك الالتهاب الكبيد الفيروسي ومن بعد كورونا كورونا ما كانش مخوفنا بزاف كمخوفنا فيه أول أمر ما كانوش عندنا إحساسيات علينا وعالفيروس ما كنوش نعرفه نسمعه في الخارج ملنا وملنا دراسات نقراوهم ونتعاملوا معهم على حسب بشكل الإمكانيات ربما خلال هذه الموجهة الرابعة اللي عشناها دكتور يعني شفنا أنه هذه المرة الفيروس جاء بشكل متحور جديد يعني يصيب أكثر شي المنطقة المعروفة بالوارل يعني هذه المرة أيضا كيف تعاملتوا مع هذه الوضعية خاصة أنه الحمد لله رأنا نعيشوا في نهايتها بعد الأرقام اللي تراجعت بشكل كبير جدا يعني تحاولوا أيضا إلى العودة النشاط بشكل تدريجي بشكل طبيعي يعني حكينا ربما الوضعية اليوم كيف شو رأكم تحاولوا تراجعوا إلى النشاط شبه طبيعي أو عن ما النشاط الطبيعي ما زال مع عبدنا شرجعناه 100% لكن الحالة أصبحت أصبحت أقل خطورة من اللي كانت مقبل مقبل كان عندك طابلو طابلو بيل مونار كان عندنا يصيب بزاف الجهاز تنفسي ذكر الأمر هو محصور في المنطقة الفم والحنجرة مرانش نروح بزاف الجهاز تنفسي مرانش نشوفو الناس تطلب الأكسجان ما كانش أزمة أكسجان على قرارة الأكسجان أجهزة توليد الأكسجان الأزمة هذه شبناها في شهر جويلية في الموجة الثالثة عندما كانت صارت الأمور أحسن وبخصوص ربما يتسأل المشاهد الكريم هل ربما كان لكوفيد-19 أطار على الفم والأسنان ربما في البحوط المستجدة في البحوط المستجدة ما زلت دراساتها ما زلت دراسات من توصلها أنها دراسات تأخذ أعوام لأنه لازم نعرفه الآثار اللي يخليها الفيروس والآثار اللي تخليها الأدوية اللي كنا نعالج بها الفيروسات مثلا تخثر الدم تخثر الدم ما زل ما عندناش آثار علىه وش يخليه في الفم بصفة عما وهذا الشيء ربما تخثر الدم خاصة دكتور هل أيضا كاننا عنده عائق في تدخلاتكم الطبية أو عاجز ربما الأسنان أو توضح لنا ربما أكثر أكيد أكيد لأنه الناس اللي تأخذ مضادة تتأخذ عندها عندهم عندهم بروتوكول وحدهم ما يشابش مع البروتوكول تعالناس العاديين تخثر الدم لأنك تتعامل مع أمر خطير اللي هو خطر خطر المراجي خطر نزيف هذا هو أكثر شيء وهل أقلمتم مع هذه الوضعية الصباح تتطلبوا ربما شهادات ربما يعني عدم أخذ هذه الأدوية حتى تاخدوها بعي الاعتبار أكيد أكيد الأمر هذا يكون في أول يوم في أول اتصال مع المريض يكون عندك تواريخ الأدوية تواريخ الأمراض اللي عنده التحالي اللي عنده وكل حالة تأخذ على حسب المعطيات جميل جدا ربما في شق آخر دكتور عبد النور ما تعلق ربما باللقاحات اليوم شوفوا أنه يعني المطلب الكبير للسلطات الصحية في الجزائر أنه التوجه إلى التلقيح كحل ربما جدري وللحد منها الجائحة أنتم ربما طباء الأسنان في هذا الشق ربما هل أصبحتهم تعتمدون ربما التلقيح ربما كضرورة من أجل استقبال المرضى أو ربما كحافز من أجل توسيع عملية التلقيح في الجزائر حتى يكون فيه ربما حصل للفيروس بشكل أكبر هو شوف التلقيح باش نأخذه كضرورة ونطلبوها على كل الناس ما نقدرهش ولكن أنا كي يكون عندي مريض يقول لي يرى أني ملقح وأخذت الجرعات التاعي نخدم له مرتاح على بل المريض ملقح عنده خطورة أقل من المريض اللي ما عندوش تلقيح على الأقل على الأقل نكون مرتاح على المريض ما نكونش مرتاح عليه أنا لأنه أصلا نرى أنه في باب الخطر لكن المشكلة التي تلقينا مع تلقيحات هي أكثر شيء شعبوية أنه في وقت مضى لو كان عبدوا نتفكروا شوية الناس كانت تقول باللي اللي يأخذ تلقيح ماشي من اللي يدير المخدر لأرك شافي صحيح شائعات أخبار شائعة هذه الشائعة كانت تخوف بزاف ناس أنا كان يجيب عندي دي مالات مراجعين كان يجيب العياذة تعنا كان يقول لك تحب الدير يفرط فيه روحه عنده ألم كبير عنده مشاكل كبيرة في الفم يسمح فيها من أجل إشاعة اللي هي تلقيح ما يتناسبش مع المخدر وممكن يدير حالة مضاعفات ويقدر يموت السيد وهي شائعات ما عندهش أصلا مادة طبية اللي تثبت هذه الدراسة ما كازش لو كيش تعملتم مع هذه الحالة ربما أصبعتكم دوري ربما تتوعية وتقديم بتوعية المرض كي يجي فهموا باللي عندنا زملاء داروا التلقيح وداروا البنج في حالات وما أصلا ما كاش دير هي أصلا شائعات كي ما كانوا بزاف شائعات من نهارة دخل فيروس كوروناك تخلقت معها نوع مشاعبوية يعني أنه فيروس غامض وغير معروف يفتح المجال هذا الأمر الغموض هذا يفتح المجال للشائعات صحيح وربما حاليا دكتور عبد النور يعني في رأيكم هل يعني استمار هذه الجائحة رح يفرض عليكم ربما اعتماد إجراءات أخرى مستقبلا من أجل ربما تفادي انتشار الفيروس وأيضا ربما على مستوى كم أنتم على مستوى العيادات ما هي الإجراءات الوقائية اللي اعتمدتموها من تعقيم وخاصة أكيد أنه تعقيم شيء مفروض باعتبار الفيروس الالتهاب الكبير هو الأكثر انتشار على مستوى الطب الأسنان يعني ما هي البروتوكولات الصحية اللي اعتمدتموها أكثر البروتوكولات الصحية احنا كنا متبينين من الأول مش حاجة جديدة على عيادة طب الأسنان كما فهمتك لأنه في في التعامل يومي تعنا عدنا بزاة فيروسات لنخافهم منهم أكثر من الكوفيد لكن أهم شيء شفتوا هنا عند الزملاء خاصة نظام المواعيد الناس مولاش تخدم مع قاعات انتظار مكتظة بكالي الناس كانوا يخدمون لسالدات صنبلان والناس تستنى وتلتاقي بدون مواعيد لا لا مع نظام كوفيد مع كوفيد أصبحت الناس تلتزم بالمواعيد أنه لازم قاعدة العلاجات قاعدة قاعدة الانتظار لازم يكونوا فرغين كل مريض عنده الوقت الفلاني أروح ساعة أربعة يجي ساعة أربعة ما يلتقيش مع مريض واحدة أخر من أجل تباعد حتى كان عيادات كما العيادات تعنا كانوا عدنا بزاة قاعات علاجية كل مريض كنا نأخذه في قاعة سالة وحده يعالج بحده ويخرج تفتح هذه القاعة تتهوى تتنقى وكلش ونخدمه في مكان آخر بالتناوب وهذا الشيء ربما أيضا شفنا أنه العديد من المرضى أصبحوا يتفادوا الذهاب إلى الطب الأسنان يقول لك أنه فيه خطر العدوى سواء من الطبيب المعالج أو من المرضى اللي يكونوا حاضرين في العيادات في هذا الشيء ربما ما هي أهم تطمينة التي تقدمها للمرضى يعني اللي عندها مشاكل في الأسنان من أجل ربما تطمينهم أكتر ويخليهم أنهم يحاولوا يسرعوا في العلاج مخافة ربما كوفيد 19 وغير هي أهم شيء أهم شيء نعبدو نرجعو للوقاح للوقاح أخي أنا نخاف نروح للوقاح صحي ندي اللقاح تاقي نأخذ الجرعة الأولى نأخذ جرعة ثانية نحترم البروتوكول تاقي ونروح لعن طبيب الأسنان الجرعة الأسنان عادة هو يأخذ بالإجراءات الصحية بدون حاجة طبيعية حاجة من القواعد للعمل تعنا وخلص ما يخليش حاجة صغيرة كما فيروس كورونا خاصة ذو كان مراهوش بالخطرة اللي كان بها مقبل ما يخليها تسبب له مشاكل وتعقيدات على القلب على الرئتين على بزف أجهزة واحدة أخرين لأن المشكل لا يقش فقط في منطقة الفم والأنف مشكل يقدر يروح الأماكن أبعد من هذا الأمر جميل جدا دكتور عبد النور لبارير ربما كلمة أخيرا نخلي لك نخيطة ربما نصيحة للمشاهد للمرضى بشكل عامي إن شاء الله أولا إن شاء الله ندعي للناس اللي رأيهم اللي رأي في المستشفية إن شاء الله يريحوا يعود يرجع لأهل تاحهم في أقرب فرصة إن شاء الله إن شاء الله شيفاء العاجل لكل الناس لكل جزائريين إن شاء الله الأزمة هذه تمر علينا بخير وندعي كل الناس اللي عندهم اللي رأيهم خايفين ما زالوا خايفين ومفرطين في أسنانهم على جل الخطر التعفير وسكورونا إنه ما يستهلش الأمر لكل هذا التعقيد يروحوا الأطباء تاحهم يعودوا يتصرب الأطباء تاحهم ويكملوا يكملوا العلاجات تاحهم كما لازم لأنه انتظار رح يزيعقد الأمور أكثر بالنسبة لطبيب لمعالج جميل جدا دكتور عبد النور ريبرر طبيب أسنان أشكرك جزيلا شكر على الحضور وكل هذه التفاصيل ولك كل شكر أخي أحمد شكرا إذن مشاهدين نواصل جولتنا الإخبارية